قرار المجلس العسكري في مالي طرد السفير الفرنسي جوال ماير في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس وطلب منه سفير مغادرة مالي خلال 72 ساعة وبررت السلطات المالية هذا القرار الذي بثه التلفزيون الوطني الرسمي بأنه يأتي ردا على تصريحات مسؤولين فرنسيين معادية لمالي مؤخرا حديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مونتانا عبر سكايب نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابق مك مورروي أهلا مرحبا بك معنا سيد مك ما هي قراءتكم لقرار مالي بطرد السفير الفرنسي وتداعية ذلك يبدو أن النقد أو الانتقاد لتصريحات السفير وأنها كانت معادية لمالي هذا غير صحيح كانت هي معادية للانقلاب العسكري الذي جرى هناك وأيضا منع الانتقال السلمي للسلطة المدنية هذا من تقد بشأنه السفير النقد لم يكن لمالي أيضا الانتقاد جاء من قبل الكيان الاقتصادي التعاوني الذي يتواجد في غرب إفريقيا نحن نرى مالي تنعزل أكثر وأكثر بناء على أنشطتها والانقلاب العسكري الذي يسيطر على البلاد سيد ميكتن تحدث عن الأهمية الخاصة التي تجمع بين مالي وفرنسا على أكثر من مستوى سياسي واقتصادي وحتى أمني فبالتالي كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على هذه المستويات النظام الحالي إذا بقي في السلطة أعتقد أن التأثير سيكون سلبيا قد يصل إلى قطع العلاقات مالي انتقلت من اللغة الرسمية وهي الفرنسية إلى طرد السفير الفرنسي من البلاد هذه الخطوات يمكن أن يتم التراجع عنها ولكن لا يمكن التراجع عن اللغة الرسمية هناك نوع من قطع للعلاقات وهذا يمكن التراجع عنه والعلاقة كانت مفيدة لشعب مالي وبصراحة لفرنسا على مدار سنين طويلة وآمل أن يتم التراجع عن الإجراءات الأخيرة والطغمة العسكرية الحاكمة بقيادة قائد القوات الخاصة نأمل أن تسمح بانتقال لحكومة مدنية برأيكم كيف سترد فرنسا على هذه الخطوة أعتقد أنها ستستمر في الانتقاد مثل باقي المجموعة الإفريقية التي ذكرتها وربما الأمم المتحدة أيضا نرى توجها متزايدا في الانقلابات العسكرية في إفريقيا رأينا انقلابا مؤخرا في السودان وحنى الوقت للمجتمع الدولي أن يعبر عن إدانته وشعب مالي يجب أن تقوده حكومة تمثيلية حكومة مدنية الجيش يفترض أن يستجيب للسلطة المدنية التي يختارها الشعب وهذا الشيء المجتمع الدولي يجب أن تدفع باتجاهي وأن يسمح للجميع أن يتم تمثيلهم وأن لا تسيطر عليهم قوة عسكرية السيد ميك ملروي وزير الدفاع الأمريكي السابق ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق كنت معنا من منتان عبر سكايب شكرا جزيلا لنضممك إلينا في هذه النشرة بعد أشهر من القطيعة الدبلوماسية والسياسية انعقدت في الجزائر الدورة السابعة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية برئاسة الأمين العام لوزارتي الخارجية الجزائرية والفرنسية تناول الطرفان مستوى الشراكة الثنائية بين البلدين وتذليل الملفات العالقة إلى جانب المسائل الإقليمية والدولية حركة تنقل الأشخاص ملف التأشيرات والعلاقات التجارية والاقتصادية من أبرز مواضيع أشغال المشاورات السياسية ترجمة نانسي قنقر